السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم يا حبيبي? كل سنة وانتو طيبين ورمضان كريم. ينعاد عليكم السحة والعافية يا رب. النهاردة هنعمل حاجة بسيطة كده وهي مبخرة. عشان تجهيزات لرمضان بقى نعمل مبخرة ونعمل حاجات رمضان الحلوة الجميلة دي يا رب تعجبكم. آآ من حاجات بسيطة وموجودة في كل بيت. هنشوف دلوقت الطريقة مع بعضينا. يلا بينا. اول حاجة هنجيبها مد اسمان طبيض. وهنحطه في العلبة. آآ اي حاجة عندك قديمة حطي فيها وقلبي بالمية. تمام? هنقلب بالمية. وهنعجن العجين كويس. آآ نخليه زي عامل زي الكيكة كده. ما يبقاش الرسال قوي ولا خفيف قوي. يبقى حجمه متوسط كده. تمام? آآ وبعد كده هنجيب آآ علبة. اي علبة عندك? هنحط فيها شوية زيت صغنانين. حاجة بسيطة كده عشان ندهن العلبة كويس. عشان الاسمانت ما يلزقش فيها لما نيجي نشيله. ندهنها من الجناب ومن تحت كويس. بعد كده هنجيب الجزء اللي هنعمل به الفتحة بتاعة المكان الفحم. بكباية تانية حط انا فيها شوية راملة عشان اتقلها. هدي هنا برضو بالزيت. هحط الاسمانت في العلبة. بعد كده هخبط عليه كده في الترابيزة عشان ينزق يطلع كل الفقاقيع اللي فيه. وهجيب الكباية اللي انا دهنها زيت من تحت. هحطها اه في نص العلبة بحيس ان هي تعمل لنا فتحة وهتقلها بشوية راملة او بقى اي حاجة. خلاص كده استسبتها من بالليل لغاية الصبح ونشفت كويس. اه احركها بقى من العلبة عشان اعرف اخرجها. هي بتخرج بسهولة يعني ان شاء الله. تمام? بعد كده بعد ما خرجتها من العلبة اشيلي الجزء اللي فوق. وهيطلع معنا عشان احنا دهنين نزيل. هتبقى بالمنزر ده. آآ دي ممكن تعمليها طفاية. ممكن تعمليها الفوز تحطي عليها ورد في آآ على الترابيزة. ممكن تعملي بها كل حاجة يعني شكلها دي ممكن بعد كده ما تشوفي الفكرة اللي احنا هنشتغل عليها هتنفع حلقة. هجيب صنفرة وحط عليها حبة مية. تمام? واصنفر بها كل الحاجات الخشنة اللي فيها. بعد كده هجي المنزيل آآ انا شوف به المكان الصنفرة ونظفها كويس ومسحها حلوة قوي. علشان بعد كده هنعمل ايه? هقول لكم دلوقتي. بصوا دلوقتي ده الغطى اللي هاب بتاع المبخرة. آآ ده عبر عن ايه? عن الجزء اللي دوت غطى حلة من فوق. والجزء اللي تحت دوت بتاع النجفة. الجزء اللي هو بيتراكب في النجفة من فوق. فانا خدته وآآ جمعته مع بعض بالمنزر ده كده. وقمت مخرمها بالمصمار. تمام? هوريكو ازاي بخرمه بالمصمار. انا عملته بس سايبة سايبة يعني هوريكو الطريقة. يعني انا خرمت الجزء ده كله. تمام? هوريكو بس انا خرمتها ازاي? جبت مصمار اللي هو برما عادي. وآآ ضغطت جامد آآ على على الغطى. يعني حطيته كده في يعني وستنته. وستنت الخرم كلها تبقى زي بعضها. ولفته. تمام? لف كده. بحيث ان هو دخل امفكة تاني واخرجه. آآ اعمال لي خرم صغير. عملت بقى في كل الجناب كلها بتاعة الغطى بالمنزر ده. تمام? اعمل لكم واحد تاني. بس يزمن يعني تتكي جامد عليه علشان يعرف ايه? يلف معاك. تمام? سهلة يعني سهلة. خلص بقت شكلها كده اهو. عملت تلفت الغطى كله بالخرام. وحاجاتها عندنا كانت هتترمي يعني. ملهاش لازمة. وبعد كده اه طبعت ورقة من مقوى بنت رست عليها رسومات. قلت هعمل عليها شغل ليكوباجة عشان هتدلعها شوية يعني. آآ والشكل ده عجبني جدا. تمام? بس انفرتها حلو. هاجي بعد كده اصاص رسومات ديت. تفرغها. شويس. آآ وبعد كده هاخد اشوف هاخد آآ انهي رسمة بالزبط. آآ ها اصاصها كلها كده. هتبقى بالمنظر ده مربعات صغيرة. آآ هنقل آآ الوان اللي هي تمشي مع بعض. دول عجبوني. لقتهم هيمشوا مع بعض. خلاص. آآ هاجي بعد كده هتجيب غيرة ابيض. هخففه بشوية مية. هادهنها على المبخرة. وهالزع عليها الورق ده بالشكل ده كده. بعد كده هادهن عليها غيرة تاني. هاديها طبقة تاني كده من فوق. هعملهم كلهم. تمام? هيبقوا بالمنظر ده كده. لغاية لما اجي في الاخر خالص. احطها. احطوا الطرف دي على الطرف دي كده. هيس يديني شكل حلو جميل. بعد ما خلصها خالص. هتدي المبخرة كلها وش واحد كله بالآآ غير الابيض. وبعد كده هسيبها تاني شفعة. هيبقى بالمنظر ده شكل اعمل ازاي? اختلف خالص. شكلها بقى حلم. نسيبها تاني شفعة حلم. آآ بعد كده قلت ايه ادلع على الغطى كمان. آآ شكله آآ حطيت الورق دي كده وقلت عملها اجربها. لقيتها تبقى شكلها حلم. ده انتهى بالغيرة. وحطيت الورق عليها. بعد كده هادهن على الورق تاني برضو غير بيض. تمام. يبقى من منظر ده كده. هسيبهم بقى انشافه خالص. بعد ما انشافه خالص. عندي ورنيش ماء. آآ ما تخافوش من آآ شكل الابيض دوت. هو بعد ما بينشاف آآ بيبقى. هو شكله كده بيبقى ابيض بس بعد ما بينشاف بيبقى شفاف خالص. ما بيبقى شي. هديها طبقة او طبقتين حسب آآ ما انا عايزة. خلاص. وبعد كده هسيبها هتنشاف خالص. وادي طبعا الغطى كمان. لما اجي بقى احط البخور هحط ورقة زي ما انتو شايفين كده عشان برضو ما خليش المبخرة تكون مش نديفة من جوة. يعني ممكن استعملها في حاجة تانية. ممكن احطها زي بومبونيرة على الترابيزة. وحطها فيها بومبوني. ممكن استعملها في اي حاجة. آآ وزي ما انتو شايفين يا رب تعجبكم. حاجة بسيطة في البيت وآآ من خمات البيت وفي كل وكل حاجة كانت موجودة من البيت. يعني انا ما ما جبتش حاجة من برة. آآ يا رب تكون عجبتكم يا رب. آآ لو عجبتكم ما تنسونيش باللايك والشير والاشتراك في القناة. وكل سنة انتو طيبين ورمضان كريم. اشوفوا الشيكم على خير. السلام عليكم. اشتركوا في القناة.